ولأن البرنامج الحكومي ينطوي على تحديات كبيرة نفت وزارة العدل الأنباء عن تأجيل التصويت على قانون العفو العام لما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في الثامن عشر من كانون أول المقبل وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل وأن مشروع قانون العفو تمت الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومية وأحيل إلى مجلس النواب ويتزامن البيان مع قراءات سياسية أيضا ترى بأن قرب عطلة البرلمان التشريعية خلال الشهر الجالي وعدم تنفيذ القراءة الأولى للعفو تدفع إلى الواجهة فكرة التأجيل لأن الجميع منشغل حاليا بأولويات مجالس المحافظات وبحسابات انتخابية دقيقة